لم يكن عبدالعزيز البريديني المسعف بالهلال الأحمر الفلسطيني يعلم عندما خرج لأداء مهمته الإنسانية أنه سيصادف أقصى صدمة مرت عليه في حياته قصة المسعف بدأت من تلقيه بلاغاً رفقة زملائه بوجود استهداف لمخيم المغازي للاجئين توجه حينها بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهذا ما يتطلبه أعمله كمسعف في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بين النصابين الذين نقلهم عبدالعزيز أطفال وصفت إصابتهم بالخطيرة وسيدة كانت قد فارقت الحياة تعامل المسعف مع الحالات الحرجة للأطفال ولم يتعرف على هوية السيدة التي حتى وصل إلى المستشفى ليتضح لاحقاً أن من حملها هي والدته وهنا كانت الصدمة الكبيرة قصة عبدالعزيز لقى تفاعلاً واسعاً وتعطفاً كبير من قبل رواد منصات التواصل منهم محمد الجرميم والذي كتب بعد عام ونصف من العمل كمسعف في ظروف كارثية ومجازر وحشية وجد بالصدفة هذه المرة عفواً أن والدته هي الشهيدة نطفك يا رب إخواننا في غزة لهم ونصرك الذي وعدت وصبراً لقلوبهم ونصراً لهم أدهم شرقاوي يقول تخيل أن تكون مسعفاً ثم تكتشف أنك تحمل جثمان أمك رحمتك يا الله بأهالي غزة